أهلا وسهلا بكم ببدو تريد في أربع مجالات ضرورية رائبة حالياً بعالم الكريبتو اليوم لح أحكي عن أسباب صعود هالمجالات وأي عملات أنا عم رائب مثل معاواتكم أنا يومياً بنقلكم آخر أخبار الكريبتو لايك ونسبسكراب للشانل خلينا نبلش من أربعة أيام عملت ثريد أنا عن ترند قوي بالأسواء لأربع مجالات هالشي بيخلي العملات بهالمجالات تتحرك بقوة أكتر اليوم لح نحكي عن هالموضوع أي أول مجال هو الذكاء الاصطناعي حكينا عنه قبل أسباب هذا الترند هو نجاح اللي حققوا تطبيق تشات جي بي تي أسرع تطبيق بالتاريخ بيوصل لمليون مستخدم تم ضخ أموال كتير كبيرة بمجال الذكاء الاصطناعي من قبل جوجل مايكروسوفت وكتير شركات غيرها هالشي أدى لصعود كتير من العملات اللي إليها علاقة بالذكاء الاصطناعي ولكن تحذير أكترية الزكاء الاصطناعي بعالم الكريبتو حاليا مجرد كلام ما شفنا استخدام حقيقي إليه لذلك يرجع الحذر وخدوا أرباحكن كل ما تحركت الأسعار تحرك الأسعار عم بيكون بسبب الفومو والمضاربة مش استخدام حقيقي هلأ تناولت بفيديو أنا فيديو خاص عملته من شهر تقريبا خمس بشريع بالذكاء الاصطناعي اللي أنا عم رأبه وبرأيي إليه مستقبل قوي فوتوا عليه وهي كنت تحضروا هلأ غير مايكروسوفت و جوجل فيه كمان بايدو بايدو هي مثل جوجل بس بالصين كمان عم تطلع لتستثمر بتطبيق مثل تشات جي بي تي بالجوجل تبعهم يلي هو بايدو بالصين هالشي كمان لحيزيد الأموال اللي عم تنضخ بعالم الزكاء الاصطناعي بما أنه عم نحكي عن الصين الترند التاني هو العملات الصينية شو سبب هيدا الترند؟ العملات اللي إليه علاقة بالصين هلأ افتتح السوق الصيني بعد ثلاثة سنين من الإغلاق بسبب الكورونا وتمضخ سيولي بشكل كتير كبير من قبل الدولة الصينية لحتى تنعش الاقتصاد تمضخ مثلا جمعة الماضي تمضخ 92 مليار دولار بالاقتصاد هيدا الشيء واحده كيف يساعد الأسواء غير هيك عودة العملات الرقمية على هونغ كونغ بدعم غير معلن من الصين أو من باكين شفنا بمقال على كوين ديسك بيقول كريبتو رجع على هونغ كونغ بدعم خفيف من بيجين كل هالأمور استهمت بصعود الأسواء لأسواء الكريبتو مثلا لاحظت وقت تمضخ السيولة الصينية لأنه هون عم تشوف بانك أوف تشاينا هيدا مؤشر بانك أوف تشاينا على بدوي أندرسكور تريد الحقوني هونيك شارد بفرجيناك وقت ضخ سيولة بانك أوف تشاينا بالأسواء صعد سعر البتكوم مفاجئ ونفس الشي وقت كنا بالهبوط الكبير بالألفين وعشرين وقت تم الضخ هون شفنا صعود كتير كبير عم يفرجينا أنه الصين إلى تأثير كتير كبير بضخ السيولة والأموال بالأسواء ترندر التالت هو Liquid Staking شو هو Liquid Staking؟ يعني عالم كتير أوقات بيعملوا Staking بيقفلوا على عملاتهم على فترة لا ياخدوا مكافآت أو مردود Liquid Staking هي تسمحولك تاخد مكافآت أو مردود ولكن بدون قيود زمنية Liquid تحطوا عملاتكم وتشيلون أسباب هذا الترند أول شي تطوير الإثيريوم اللي اللي حيجي بشهر مارش بيحول الإثيريوم من من Staking العادي اللي هو منقفل على عملاتنا لحتى بيحاولوا نقدر يصير Liquid Staking فينا نسحب العملات بحياة الوقت عملت فيديو اليوم أنا عن هالموضوع فسر تلكم شو بيعني Liquid Staking والتطوير الجديد على الإثيريوم بشهر مارش الشغل الثاني اللي قدت لصعود هالعملات و لهالمجال يكون ترندي هو أنه Gary Gensler أو Gary الوسخ اللي منقله عامل حملة تنظيمية كتير كبيرة على المنصات مثل ما شفنا مع Kraken عم بيهاجم Kraken وعم بيهاجم كل هالعملات اللي يريدوا يمنع الترايدنج بشكل عامل هالأمور ساهمت لضخ سيولي بال Liquid Staking العالم عم تنقل عملاتها من المنصات السابتة مثلا Coinbase أكبر حامل للإثيريوم بال Staking على المنصة تبعه تخيلوا العالم أنت أنقلت الإثيريوم تبعها من Coinbase نقلتهم على Liquid Staking مثل Lido أو Anker أو Rocket Pool وغيرهم هالشي اللي حيعمل ضخ بها العملات بشكل كتير كبير العملات اللي أنا عم رأيبة هي Lido Anker وRocket Pool هالأت عملات بهال مجال أنا عم رأبه الرابع مجال هو المنصات اللامركزية من أسباب هذا الترند فيه مشاكل كتير شفناها في FTX بسلسيس بلوكفاي هالمشاكل اجت من عقب عالم نصابة أو عالم طميعة عم يعملوا أمور خاطئة قدت لخسارة كتير عالم الأموال تبعه هالشي شفنا زخم أو العالم بلشت تنقل على المنصات اللامركزية المنصات اللامركزية صحي بعدها صعبة استعمالها وفيها أمور غريبة ولكن من قيم العامل الشخصي فيه الإنسانة صارت عاملين كود وبيمشوا عليه ما فيه الطمع والنصب ما بيأدي لحركات بقلها سوء وما فيه أن يعملوا شي بقلها هيدا الشي أدى لعالم كتير تنقل عملاتها عليها وعم شفنا صعود كتير كبير العملات اللي عم رائبة بهيدا المجليل هي جي أم اكس جي أم اكس لالدريفاتيف واليوني سواب والكيك مثلا يوني سواب عم نشوف تداول عليها أكتر من منصات مركزية كتير هول العملات اللي أنا حاليا عم رائبهم أكيد فيه عملات غيرهم يمكن أفضل ولا أعملوا دراستكم الخاصة هلا هول الأربع مجليات كتير مهمين لأنه هلأ ترندي يعني معقول يعملوا صعود ويمكن نعمل أرباح كتير كبير منهم ولكن مش يعني إنه تشترون هلأ هلأ كلهم صعدوا في لهم فترة بيصعدوا يعني عملوا دراستكم الخاصة وفوتوا فيهم على مراحل أول وقتا يعملوا بولباك في مجليات غيرك كمان جيدة مش يعني هلأ أنا قلت هول مجليات يعني غير مجليات ملاح تنجح لا في مجليات غيرك كتير جيدة أنا بعد أكثرية محفظتي هي بيتكوين ومشاريع عقود ذكية يعني من إثيريوم لكل العقود الذكية يعني برأيي بيجيبوا وهم هن المستقبل كل شي بيتم بنائه عليهم وغير هيك الميتا فيرس والألعاب بعدنا برأيي هي لح تكون لح تقدل لتبني الكريبتو العظيم لتخلي التبني يكبر أكتر وأكتر هي الميتا فيرس والألعاب بعالم الكريبتو ولكن كل اللي عم قولوا أنا أنه هول المجالات حاليا في حماس كتير قوي عليهم ويمكن تكون فرصة لنعمل ربح كبير إن شاء الله انبسطتوا بهالفيديو إذا انبسطتوا عملوا لايك عملوا سبسكرب للشانيل وأنا بشوفكم عريبا بفيديو جديد وماركت افديت جديد شكرا